يتواصل موسم عصر قصب السكر بعد انتهاء حصاده ونقله المصانع في نجا حمادي وكمومبو وتواصل دولة جهدها لزراعة محاصيل جديدة ذات انتاجية عالية تواصل تقوم بها الدولة لزراعة محاصيل جديدة ذات انتاجية عالية ومقاومة أفضل الأمراض والآفات ولا سيما قصب السكر الذي تواصلت عملية عصره بعد انتهاء حصاده ونقله للمصانع في نجا حمادي وكمومبو وإطلاق إشارة بدء العصر ففي كومومبو يستقبل المصنع يوميا حوالي 15 ألف طن من قصب السكر من المزارعين والموردين بإنتاجية تصل إلى 1300 طن سكر وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي مليون ونصف مليون طن سكر وهو يمثل إنتاج زراعة 52 ألف فدان من قصب السكر موسم العصير بيبدأ إن شاء الله بواحد وواحد 2024 متوقع السنة دي إن شاء الله بإذن الله نعصر حوالي مليون ونصف طن قصب بمعدل 15 ألف طن يومي يعني في حدود أكثر من 100 يوم بقليل 102 يوم تقريبا وفي هذا الإطار أعرب المزارعون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لرفعه سعر طن القصب تسليم المصنع إلى 1500 جنيه بالزيادة قدرها 400 جنيه عن العام الماضي ويحصل المزارعون على الشيك الخاص بالتوريد فور الانتهاء من الميزان مراحل التصنيع تبدأ باستقبال القصب من المزارعين حيث يتم تفريغه بوسطة أوناش ثم رفعه إلى طبال آلية ثم يتم تكسيره إلى قطع صغيرة مع تجهيزه للعصر وكلما كان التجهيز أفضل زادت جودة الاستخلاص ثم يدخل مرحلة العصر احنا مصنع كوبومبو ده مصنعنا وانا مزارع وعن أبوي وجدي مزارعين في مصنع كوبومبو وبنورد ما يقل عن 500 ألف طن سنويا وفي مشاركة بيننا وبين إدارة مصانع السكر نزرع قصب من أيام جدي اللي يرحمه منورد لشركة السكر على طول ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوده العظيم في دعم الصناعة ومزيد من التقدم والرقية إن شاء الله الحمد لله يعني فزرات القصب أبن عن جد الحمد لله تمام السعر مناسب معادل الحمد لله مجازم مع الفلاح وفي زيادة انتاجية وخبالك يعني للفدان كويسة من 60 ل 62 طن 63 طن مورد قصب كل سنة وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته اللي هو قائم بيها وإن شاء الله كده ربنا يعدل حال البلد مصنع كومومبو ذو التاريخ العريقة هو صرح صناعي من أكبر المصانع التاريخية على مستوى الشرق الأوسط فقد تم إنشاؤه في عام 1912 ويعصر ما يقرب من مليوني طن من القصب المورد من حوالي 18 ألف مزارع لينتج 25% من الانتاج المحلي للسكر بإجمالي 200 ألف طن